السلام عليكم ورحمة الله وصلنا النموذج الثالث من المنهجيات اللي كنديرو بخصوص لكونكلوزيون الخاتمة دو تكست أرغومنتاتي كما ديما كنقول لكم هذه المنهجيات ما كتتحفظ شو كتستعمل بطريقة عامية ولكن عن فهم واستيعاب ممكن نبدأ لكونكلوزيون الخاتمة ديالي بان ديفينيتيف صحيح؟ وكما كو الفيديو كنعطيكم مصطلحات البديلة ممكن نقول ان ديفينيتيف في الختام ان غيز دو كنكلوزيون بو كنكلوغ انسام فنالمن بريف كمني عندو من نفس المعنى كنبدأ بيهم الخاتمة الى پوان دو تكلم هنفاش كنكون تكلمسل واحد دو تكست ولي كي قسم الواحد الموضوع كي قسم الاراء يعني ممكن نكون ختمت واحد تكست بلان دياليكتيك اعتدت فيه الرائيل مؤيدو الرائيل معارض يعني واحد سجيك يتير نقاش كنقولي بوان دو تكلمس وجهات نادار تختلف دين پرسان الاطر من شخص الى آخر پوزك بحيتو انا هاد پوزك ممكن بدلوا بكار لي انا بارسك بغطل على النيفو تهيب كما كان قولو غاد سعمل اتانداني ك هنا غاد جي اتانداني ك شاكان لي انا كل شخص شاكان كل واحد كيشوف الاشياء ممكن تبدل هاد الاشياء كيشوف هاد الموضوع ولا سو كمبرتمو هاد السلوك ولا هاد تصرف ولا سو فنومن ولا هاد داهرة كيفاش كيشوف هاد الموضوع ولا هاد داهرة اپارتير دو سي پروپر كنوكشن كنوكشن ايه القناعات دو سي پروپر كنوكشن و تجارب انا كل واحد كيشوف هاد الموضوع هاد الاشياء هاد السلوك من سي كنوكشن و تجارب ولكن ممكن تبدلها بسباندان تطفى او، او ايو موان انا دتي بيد بسلا او انا رغم دالك انا عندي واحد رأي او او ايو رأي واضح او انا رغم دالك انا اعتقد ان interfere لك الرياء و غاطلقه وديو في القناة او 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 قناة يعتقد أن هذا هو الآخر لذلك يعتقد أن هذا وشريك الرب يعتقد أن هذا هو الائف يعتقد أن هذا هو الوحيد فلاحظة شكرا